رويتها فيض لخيك بضعن يا قرة الحسين سلطان البلد لو عزمي شيال تطلع الناس الشيع وتسرج على وانت يا سلطان المدينة طالع بليل يا حسين وياكم اخدوني يا ضيال ويلي تتنومس بنصراك هاك يا بوسكنا لأجه وانا حليف الحزين ومقاسل لي الفخر وصيت بيام الحرا قاسة نهوة للجمل ويام صف ولكن ما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم عن عبد السلام قلت قلت له وكيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعون طيب أفواهكم وعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه يا كريم يهل علينا هلال شهر محرم الحرام هذا الموسم الذي يدأب فيه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بإحيائه بالبكاء والندب والرثاء على مصاب سيد الشهداء الحسين بن فاطمة صلوات الله وسلامه عليه فقد نقل إلينا في التاريخ ومن دونوا سيرة أهل البيت عن حال الأئمة عليهم السلام إذا هل عليهم هلال المحرم إمامنا زين العابدين علي بن الحسين السجاد ورد في الروايات إذا هل عليه هلال المحرم لا يرى ضاحكا وما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه لهذا الروايات تقول إمامنا زين العابدين عليه السلام هو أحد البكائين الخمسة اللي ما فتروا من البكاء آدم أبو البشر ويعقوب النبي ويوسف النبي وفاطمة الزهراء وعلي بن الحسين زين العابدين على أكثر الروايات ثلاثين سنة قضاها بعد أبيه الحسين باكيا طبعا هذه وسيلة من وسائل الإعلامية في تلك الفترة مثل ما اليوم عندنا وسائل إعلامية هم هم بعد كانوا يتخذون البكاء وسيلة إعلامية لإيصال مظلومية شخص معين فكانت الرجال والنساء رجال بني هاشم نساء بني هاشم أطفال بني هاشم ممن أعطوا طابعا بكائيا على مصاب الحسين سلام الله تعالى عليه هذا بالنسبة إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أما ما كان بالنسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كم مر علينا قبل فترة ذكرى شهادة الإمام الصادق يمكن لحظون شلون كان تركيز عند الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام على إيصال مظلومية الحسين كل إمام شوف كل إمام جاء بعد الحسين يعني زين العابدين يعني محمد الباقر يعني جعفر الصادق أخذ على عاتقه مسؤولية حفظ اسم الحسين لأن الحسين سلام الله تعالى عليه تعرض بعد شهادته إلى هجم شرسة على إثرها حاولوا أن يطمسوا اسم الحسين وقبر الحسين فكل إمام تكليفة بعد الحسين كل إمام كان تكليفة يحافظ على هذه المسؤولية وعلى هذه المسألة حاولوا يمحون اسم الحسين تعبالك ليش ما دفنوا الحسين واش كان المانع اللي يمنعهم عن دفن الحسين ما في مانع كوارا وقتلاهم وتركوا الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين شو المانع ما في مانع عبدا ضنوا بأن بعد قتل الحسين وخروج العسكر من أرض كربلا تطلع روائح اللحم فتأتي السباع وتأكل لحومهم فلا يبقى أثر ولا اسم إلى الحسين ويأبى الله إلا أن يتم يقول أحد أدباء الطف خلدتك الأيام جيلا فجيلا وستبقى مدى الزمان جليلا يوم ناديت يا سيوف خذيني أبت النفس أن أعيش دليلا خلدتك الأيام خال فهذا العلم من وراء تركهم لجسد الحسين ضنوا أن السباع تأكل ما يخلفه على أرض كربلا وينتهي بعد لا رمز لا علم لا قبة لا إسخل وإن الحسين انتهى أمر الحسين ما نجحت حاولوا ما قدروا وامتدت المحاولات إلى نهاية المقبور امتدت المحاولات حاولوا أن يطمسوا اسم الحسين يطيحوا بقبة الحسين لكن يأبى الله إلا أن يتم والحسين هو نور الله الحسين هو نور الله الذي يستضاء به فكل إمام جبعد الحسين أخذ على عاتق مسؤولية حفظ اسم الحسين بشتى الطرق بشتى الوسائل والطرق التي استخدمها الإمام زين العابدين مختلفة عن الوسائل التي استخدمها الباقر التي استخدمها الصادق الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام استخدم وسيلة ساهمت في تأسيس هذه المؤسسات الحسينية التي ننتمي نحن اليوم إليها هو المشاركة في مجال السيد الشهداء دعا الناس للمشاركة في مجال السيد الشهداء مرة عليكم دي القضية اللي واحد من شيعة الإمام الصادق دخل إلى معزة يقام باسم الحسين عليه السلام عقب ما انتهى من المعزة قام يدور الإمام فلم يراه من بين الجلاس طلع من المعزة عثرت قدماه ببردة وهي بردة الإمام الصادق التقى بالإمام بعده قال سيدي تدعوننا لاحظ سيدي تدعوننا للمشاركة في مجال السيد الشهداء ولا نراكم ولا تكونوا موجودين فبين له الإمام قال يوم جيت بتطلع من المعزة ولم تحثر قدماك بشيء قال بلى قال تلك هي بردة قال سيدي انت مثلك ما يقعد عند البام يعني انت قاعد عند البام قال بلى قال لي مثلك ما يقعد عند البام انتهي لك صدر المجلس وهذا اللي عادة أن يصير إلى اليوم يعني أهل العزة هم اللي يصدرون المجلس قال لو كشف لك الغطار أي تجدي رسول الله في صدر المجلس أمي فاطمة أبي علي هم بالدرجة الأولى أصحاب العزة فكان يحشد يدعو كبعض الأحيان لما يجي مثلا الخطيب الماتم وشوف الحوش مليان ويركب يقول يا جماعة ديشو الماتم البعض يمكن يضايق داخل زحمة داخل بقعد في النص بينكسر ظهري داخل بارد مو أنا اللي أقول لك ادخل ما تم جعفر بن محمد الصادق هو من دعا للمشاركة الفعلية للمشاركة الفعلية في مجال السيد الشهداء بوقف أنا على الرصيف بطالع العزة يطوف هذه ليست مشاركة بوقف على الرصيف والعزة طايف مثل اللي قاعد يصير اليوم اللي على الأرصفة هم أزيم اللي داخل الموكب كان يقفلون المنطقة كلها لو يدخلون اللي على الأرصفة يقعدك بأي مو مشاركة هذا يتفرج يتفرج انت شكلات واحد من جماعتنا قم تعالي الماتم قال لا طالع في التلفزيون كوهان خلوا خطيب العراقي الفلاني خلوا خطيب داك الفلد ثاني قم تعالي الماتم الإمام يدعوك للمشاركة داخل الماتم في مجال السيد الشهداء مو تقعدين في البيت ولا انتهت المسألة ولا احنا سوينا مآتم ولا أسسنا مآتم ولا طلعنا فيها الحرب والرطوبة ولا ولا انتهت المسألة وانقضى الأمر قعد في بيوتنا ونشغل التلفزيون ونسمع الإمام جعفر بن محمد يدعوك للمشاركة شارك ادخل إلى مجالس وإلى مواكب سيد الشهداء سلام الله تعالى أول تشوف الموكب إذا طلع كبار وصغار فيه صغار كبار شيوب أنا يوم نحن تشوف خلص الخطي وزعقون آه أحسن ومسأ تطلع يبني نطلعون العزة مو قادرين نطلعون لحد الآن شوية اللي واقف يشرب شاي اللي داخل الماتم اللي بعد ما تفرغ وطلع من بيت اللي 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 ويتعطل الموكب فالإمام هو الذي يدعو للمشاركة في مجال السيد الشهداء وانا ولا صاحب الماتم ولا زيد ولا عمر وإنما الإمام هو من دعا وحشد للمشاركة في مجال السيد الشهداء سلام الله تعالى شوف هاي القضية يقولون في زمان الشاه شاه إيران كان المتصدر للمرجعية في تلك الفترة هو الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم المقدسة شوف القضية هاي جدا مهمة طبعا تعرف أنت الشاه وعداء الشاه إلى الإسلام في ضمن محاولات الشاه لإبعاد الناس عن الإسلام حاول يفكك الإسلام كل يوم الثاني يطلع من عنده قرار قال اليوم يمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة منع منع الحجاب الشاه منع الحجاب الحجاب زين الناس وين راحت اتجهت الناس إلى ذلك المرجع شيخ عبد الكريم الحائري يبون من ردت فعل على قرار الشاه فاستنكر المرجع قرار الشاه استنكر اتجهت المسألة بعد في ضمن محاولات الشاه لإبعاد الناس عن الإسلام حاول أن يبعد الناس عن منبر الحسين حاول أن يبعد الناس عن منبر الحسين عليه السلام وراحت الناس رجعت للمرجع من جديد فلم يكتفي المرجع باستنكار بل أبدى مقاومة لقرار الشاه استنكار ومقاومة ورفض إلى قرار الشاه رفض تام الناس تعجب صاحب الناس عجب جاءوا ليه قالوا ليه حين الحجاب والأمره والأمره واجب استنكرت فقط ولما انتطاول على منبر الحسين مع العلم أن إحياء أمر الحسين مستحب أبدأ تستنكار ومقاومة ورفض إلى قرار الشاه ليش شوف جواب هذا المرجع حتى تعرف مثل هذه القرارات المهمة لا يمكن أن توكل لأي إنسان يجي يفت فيها شكلات اللي قاعد يصير اليوم اليوم اللي قاعد يصير شوف الكل يتكلم في الدين الكل يفت في الدين لبس بيتك حجاب بلغت تسع سنوات قمرية قاعد لحاعد بعد هي لصغيرة بعد هي لصغيرة خلها تصلي قاعد بعد هي ما تفهم يجي تكلم في الدين بعض الأمور الشؤون في المسجد أو المأتم بدل ما يرجع فيها لأهل الاختصاص يجي كل واحد يتكلم فيه وقفيات المأتم مشيناها وصرفناها على كيف فرجعت الناس لهذا المرجع بما أنه هو صاحب الاختصاص وهذا شأنه وهو وكيل الإمام قالوا لي حين يوم الحجاب استنكرت لكن يوم المنبر جتعرض إليه وحاول يبعد الناس عن المنبر استنكرت وقاومت قرار الشاه ليش شوف جوابه قال لما منع الشاه الحجاب فإنه فوت على المتدينين أمرا واجبا واحد قال يحضر الحجاب في الأماكن العامة مو لازم تطلع تروح في الأماكن العامة تقعد في بيتها إليه تتحافظ على نفسها تقعد في بيتها لكن إذا سمحنا وقبلنا بفعل الشاه حول منبر الحسين فقد نفوت على الناس ألف ألف واجب ألف ألف من وين تعلم تقول لي مو منبر الحسين من وين تخلقت من وين عرف دينك من وين عرف صلاتك مو نحن اللي تربينا تحت منبر الحسين عليه السلام المؤسسة الأولى التي جذبتنا إلى الإسلام هي مؤسسة الحسين عليه السلام قبل لا يوديك أبوك المسجد يوديك المات قبل لا يوديك المسجد تطلعك في العزة الشارع هذا فضل الحسين إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف هذا هذا فضل الحسين علينا فهذه المؤسسات أمانة في رقابنا بعض الأمور فيها الإسلام يعطيك فيها نوع من أنواع التسامح يتسامح إياك الإسلام في بعض الأمور وبعض الأمور ما يتسامح إياك بالذات في حفظ هذه المؤسسات ما في مجال لأن على يمكن واحد يقول ليش يعني لأن على عاتق هذه المؤسسات نمى الإسلام ببركات الحسين عليه السلام واللي أكد هالكلام السيد الإمام الراحل اللي أكد هالكلام السيد الإمام الراحل إن الذي حفظ الإسلام طوال هذه العقود شنو الحسين اللي حفظ الإسلام اللي صان الإسلام هو الحسين سلام الله تعالى وهذه المؤسسات شف قبر الحسين قبر الحسين ما بقى فضلا عن مؤسسات الحسين قبر الحسين ما بقى إلا على تضحيات قدمها الذين جاءوا من قبلك وإلا حنا اليوم بالساهل قطعة تذكرة ونت نازل في مطار النجف أو نازل في مطار بغداد رايح عند الحسين كلها على بعض الشغلة ما تاخذ من عندك نص يوم ونت موصلي للحسين أول شون كان يواصلون للحسين كذلك مؤسسات الحسين حافظ عليها آباء فاليوم أنت مسؤول عنها تحافظ عليها أنت مسؤول تحافظ عليها وتصون على أفضل حال وصورة تصون وتحافظ عليها وتحميها وتراعي وتسري وقفيتها في محلها وتسير هدف هذه المؤسسات هذه مسألة موكلة جاي فيها الطابوق هذا هدف هذه المؤسسة حفظ الإسلام تنمية الناس ببركات الحسين سلام الله وإلا في واحد يقدم نفسه شايفت هذا بيت الشعر مو جايب إن الشعر من خيال لو قطعوا أرجلنا واليد مو خيال نام بالليل قعد الصبح أنضم هذه الألاء على أرض الواقع من أراد أن يزور الحسين من كل عشرة يروح واحد قدمت الناس للحسين يقتل قال يروح قال ندفحهم كل اللي عندهم اللي يجمعها طيال حياتنا ناخذهم عندها فيها الزيارة هذه بدلت الناس أموالها لأجل الحسين بدلت الناس أموال كذلك تشوف ولله الحم أنت وأنا بقولها لك وأنا المسؤول عنها باشر قالها فلان أمام الله عز وإحنا عايشين في خير الحسين في خير الحسين في خير الحسين من هو يجمعك غير الحسين قاعدك كل هالوقت كم من ثمان جاي أكو تسع وخمس من قاعدك وجابك وخلاك تتعطش إلى المأت وإلى المنبر غير الحسين سلام إحنا عايشين في خير الحسين نتنعم ناكل نلبس نشرب نتعلم كل ببركات محمد وآله محمد هذا الحسين سلام الله تعالى بذل الناس أموالهم حتى يوصلون إلى الحسين بذل الناس أرواحهم حتى يوصلون إلى الحسين قال قطعهم يا الله حتى يترددون على زيارة الحسين قال إيد قدمت الناس الأيدي قدمت الناس الأرجل فنظمت هذه الأبيات لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني قالوا عجل أبا عبد الله إما البيعة البيعة أو تقتل قال لمن؟ قالوا لفلان قال مثلي لا يبايع في الخفاء قالوا وش تقول أبا عبد الله قال نصبح وتصبحون استحسن والي المدينة كلام الحسين جاء الحسين بيطلع وإذا بالوزغ بن الوزغ قال خذ البيعة من الرجل وإلا فقطع عنقه فإن فاتك الثعلب فلا ترى إلا غبار تفت لهم تفت لهم قال لهم من منكم يا ابن الزرقى يضرب عنقي أنت من فيكم تفع صوت الحسين وإذا بشبيبة بني هاشم يقتلعون الباب قدامهم أبو فاضل شاهرا سيف أهلبيك با عبد الله فلا ذا الوزغ بن الوزغ خلف الحسين قال الأمانة با عبد الله طلع الحسين مع شبيبة بني هاشم مراضين يخلونه ارجعوا إلى منازلكم لا سهرت عيونكم رجحهم هدأت الأصوات نامت العيون ورحل حسين توجه إلى قبر رسول الله رمب نفسه على ذلك القبر جد أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله فقد ظلموا أنا مطرود من جوارك جد يا رسول الله خل راسا عن غفت عيناه وإذا به يرى رسول الله في عالم المنام أبو علي أم الزهر أخوه الحسن أبا عبد الله أنت عما قريب صائر إلينا ونحن مشتاقون إليك هذا أبوك علي وأمك فاطمة وأخوك الحسين قد قدموا علينا أفاق قال يا رسول الله ضمني عندك في هذا القبر حمال الله شيخ حسن هذه أياما جايتنكم القصيدة الخالدة قال ضمني عندك يا جدا في هذا الظريح علني يا جد من بل والزماني طاقبي يا جد من فرط الأسهى وإذا كل فسيح فأعسى طاود الأسايا من دكو بيند جد صاف العيش من بعد كبير أكدا أشاب لهم راسي قبل أباني أعلى من داخل قبري بكاء وانداء بافتجاع يا حبيبي والدي حسين ستذوق الموتى ظلما ضميئة ضميئة في كربلة وستبقى في ثراها عافرا وكأني بلا إيميل أصل شمرون قدعه صدرك الطاهرة بالسيف يا حز وحسين 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 وكأني وكأني بالأيام من بناتي تستاغ سغبا تستعطف القوم وقد عز أدبار اجسامه للضرب واس عندها السجد بالأصفاد مغلولا وحسين وحسين جد في أمان الله في دعاة الله عاد قام الحسين يتعثر بخطوات أبو علي وقف على شفير قبر مخفي مضيع أم فاطمة هذه زيارة الأخيرة متى أم تأتين إلى الحسين يقول أحد العلماء تأتي فاطمة إلى زيارة الحسين وهو ينادي وحق جدي عطشاء والموطن الثاني قال والموطن الثاني تأتي فاطمة والشمر متربع على صدره إليك يا شيعي والموطن الثالث في مآتم الحسين تقف على رأس المعزي تنادي يا شيعي أين دمعتك على ولدي أما فداك بنفسه أما ضحى لأجلك والله نادت نادت من الوالد والقلب لهفان 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 أدور عزي بن وين 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 على بن الموت أطشاء أطشاء والله لعبت عليه الخيل ألم بعد لك يا شيعي والله نادت يا شيعة يا شيعة من تطبول مجلس أولادي وبي تقعدون أريد أنكم على أولادي تنوحون هذا القضاء هذا القضاء عطشان يهلوا على الأرض كيف يلد أن تطبول تقعدون في تطبيقه يهلوا على أولادي نادت من أولادي صار خيأ ودعتك الله يا حبيبي صار خيأ ودعتك الله يا حبيبي لاتحاضر لك الهادي والوصيفة حل الرجا ليش قابل يا حسين الضابة أبي يدوص صدرك بيلن قابل يا حسين الضابة أبي يدوص صدرك وحسين قام الحسين سعادل اللي فاقد أخو قام يتعثر بأذياله خال إيده على ظهر يكسر الظهر فقل الأخو إيده على خسرته وقف على شفير قبر الحسنة خيأبا محمد في أمان الله في دعاة الله ما عندك يا أبو يوسف؟ قال وتخسر على قبر العضي إيده على محمد في أمان الله وقف على شفير قبر العضي وقف على شفير قبر العضي وقف على شفير قبر العضي خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعزين